بعد أعلان رئيس الجمهورية على المرسوم اللي بشي نظم العمل متاع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اللي بشي يكون في بلاصة مجلس القضاء اللي تم حلو سابقا شنو مهامة مجلس القضاء هو يعني التسيير مهام اللقوذات كل ما يتعلق بالنقل كل ما يتعلق بالترقية كل ما يتعلق بيعني تسيير مهامة بصفة عامة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء جاء لإعلان على إصلاحات بشي تتم في سلك القضاء ولكن فيه جدل وفيه إشكالية كبيرة برشها بش نحكيه عليه اللي هي الصلاحيات الصلاحيات الموكولة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وإسكو المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بش يكون بالفعل هيكل لإصلاح القضاء أم العكس بش نتبعوا أحنا التصريحات بتاع مختلف الناس سواء قضاء سواء هايكل معنية معنية بالمجل هذي شنو قالت على الإصلاحات هذي بش نحاولوا نفهموا شوية شنو الموضوع بالضبط نبدأوا بالناشرة عميد بن حليمع اللي عمل فيديو علق فيها على بعض النقاط أولا يقول لك من حيث الشكل كين قبل المجلس الأعلى للقضاء يتكون من قضاء من محامين خبراء إلى غير ذلك مش كين قضاءتك هوا توا ولا يتكون كين من القضاء فقط يعني حتى من حيث الشكل تغير الهيكلة أمتعه وهذه الأولى ثانية حاجة يقول لك أنه يعطي لرئيس الجمهورية الحق في العزل ويعطيه الحق في أنه يبادر بعزل معنية أحد اللقضات يقول لك هذي الكارثة الكبرى شو معنية يعني قاضي يحكم في قضية الحكم النجم يكون مع جبش حسب تعبير عميد بن حليمة بتابعة الحال مع جبش رئيس الجمهورية شنو يعمل يعزلو يكتب فيه تقرير إلى المجلس والمجلس ينظر فيه في ظرف الشهر لازم يوصل في الملف متعه إذا ما عزلوش ولا ما انظرش فيه المجلس هذي في ظرف الشهر يتعدى الملف متعه إلى وزارة العدل وقتها بش يتم الأعفاء متعه التعينات التم يعينهم يعني يعينوا رئيس الجمهوري وإذا كان المجلس حب يعفي واحد من القضاءات ولا يعزلو لازم يرجع إلى رئيس الجمهورية وبالتالي يقول لك وإنه المجلس الأعلى للقضاء هذي معناها ما عنده حتى قيمة اعتبارية ولا قيمة فعلية ولا صاحب قراره ولا حتى شيء كل شيء يعود بالنظر إلى رئيس العزل الترقيات التعينات إلى غير ذلك ترجع ديما لرئيس الجمهورية وإذا يعمل حاجة مخالفة لرئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية أنه يعزل القاضي هذي دونك هذي بش نكونوا واضحين من لول حاجة أخرى يقول لك زاده هو أحكيه على يعني أحكيه على الإضراب وهذا موجود في القانون أو في النظام الأساسي للقضاء لسلك القضاء أنه هالإضراب هذي ما يلزمش يعطل المحاكم إلى غير ذلك اليوم يعاود ينص عليه رئيس الجمهورية في المرسوم هذي يقول لك أنه ممنوع أنه القضاء يعملوا أشكل احتجاجية متجمعين سويا إضراب احتجاج إلى غير ذلك من شأن هالإضراب هذي أنه يعطل المرافق الدولة وإلا يوقفها دونك في هذي رئيس الجمهورية زاد يدخل ويأخذ قراره ويأخذ معناها الإجراءات اللي راها مناسبة نجيو إلى القاضية كلثوم كرنو القاضية كلثوم كرنو اللي انتقدت قضاء البحيري في وقت سابق ولي كشفت على برشة يعني إخلالات ارتكبهم البحيري وكل تقول أنه بفضل المرسوم هذي تأكدوا بش يكون عنا قضاء سيد الرئيس على حد تعبير هذا كان تعليقها للمرسوم الرئيسي اللي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وقالت عنا يعني توا عدد من قضاء بن علي وبفضل المرسوم هذي تأكدوا راها بش يولي عنا زادة يعني قضاء سيد الرئيس وقالت أنه بعد قضاء بن علي يجي قضاء البحير قضاء البحير والمرسوم هذي بش يكمل يختمها بقضاء سيد الرئيس قيس سعيد بقيت القضاء اللي بدوا لا تتعفئوا بقرار رئيسي يعني تقول لك اختر حاجة أنه الرئيس يعفي وبالتالي القاضي اللي بش يكون مخالف لتوجهة الرئيس يعني بش يتم اعفئه وعزله كلثوم كانو تقول سيدي رئيس الجمهورية بربي علش ما كملتش حتي تروحك رئيس المجلس الأعلى للقضاء فرد مرة يخي بورقيبة وبن علي خير منك قال زادة من هنا القديم ردوا بيكم يا قضاءت انفس لي خير ما تتحالى ورقكم الى مفتي الجمهورية لتنفيذ العقوبة تعليكم وتتعفئوا امشوا الحيط الحيط واحكموا كيف ما يحبوا الجماعة حرفيا كما قالت كلثوم كانو طبعا قالت برشة يعني حاجة قالت المرحوم القاضي المختار الياحيوي كين ضد وجود رئيس الجمهورية وزير العادل في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء يعينوا القضاءات وينقلوهم بدون ضمنته قالت هذا ما تفيد القضاء واكتوى منه العديد من أصدقائنا ولفقت لهم التهم ودخلوا السجود قل هنا رجعنا اليوم لنفس الوضعية اما بطريقة ملتوية وتحت غطاء أصلاح القضاء رئيس الجمهورية أسند لنفسه حق أعفاء القضاء ونقلتهم وتجريدهم من الخطوط من دون أن يوفر لهم حق الدفاع عن أنفسهم القاضي اليوم له أقل ضمانة من أي موظف أو عامل فهؤلاء يعزلون أو يعزلون بقرار من مجلس تأديب ولهم حق الطعن في القرار تعزلهم أمام جهة قضائية أما القاضي يعفى من دون أن تتوفر له ضمانة الدفاع عن نفسه الأعلامي بقناة الجزيرة محمد كريشان يقول قيس سعيد ينتقل من الحاكم بأمره إلى أنا ربكم الأعلى هذه كانت تعليقاته على المرسوم الرئيسي هذيع اللي فصل فيه القضاء على مزاجه الشخصي الكامل بشكل غير مسبوق على حد تعبير كريشان يقول قيس سعيد ينتقل من الحاكم بأمره إلى أنا ربكم الأعلى بوزيخر يتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء ويقول أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو مخالف لأحكام الدستور وما همش يعني بيش يقبلوا بيه شفنا برشة ردود فعل أخرى على غرار يعني رذاب الحاش يقول هدف الحل من المجلس الأعلى للقضاء هو تصفيت الخصوم وتلفيق قضية للبحيري رذاب الحاش اللي يشارك في الوقفة الاحتجاجية من حركة النهضة ومبادرة مواطنون ضد الانقلاب يقول حل المجلس راه وعمل المجلس أعلى مؤقت راه ذلك الكل لتصفيت الخصوم السياسيين لتلفيق قضية للقيادي في حركة النهضة نوردين البحيري ويقول لك زيدا أنه يعني حل المجلس الأعلى للقضاء في أنه رئيس الجمهورية اعطال نفسه صلاحية لتبديل القضاء ووضع الحركة القضائية الوقتية لإجراء حركة قضائية وقتية قريبا وتغيير القضاء اللي مهمش في صفه ويقول كذلك اللي قاد يحذر له رئيس الجمهورية فما برشة تعيناته فما حركة قضائية وقتية بشي غير فيها كما يحب رئيس الجمهورية على حد تعبيره يقول أنه الرئيس أعدى من المرسوم الرئيسي في جنح الظلام وذلك بها دفء الهيمن على القضاء وتوظيفه ضد خصومه وابتزاز رجال الأعمال من خلال محكمة للنظر في الصلح الجزئي على حد تعبير رذاء بالحاج